اشتركوا في القناة في الثاني من ديسمبر قانون أول سيكون هنا قانون صعب في الكنيسة قانون التجنيد ولا أدري إذا ما كان بنت سيقبل أن يبقى وزينا للدفاع لمدة شهر نعم طب ما تسعني في ظل هذه التساؤلات أيضا طرح إسمان تحديدا جانس وأيزنكوت لتولي وزارة الدفاع هل هذا الطرح واقعي برأيك؟ بني جانس لا أنا لا أستطيع أن أتنبأ ولكنني بشكل شبه قاطع أستطيع أن أقول أن بني جانس لن يوافق أن يقول وزيرا للأمن حتى الآن في استطلاعات الرأي وبيني جانس يرى الاستطلاعات هو يرى أنه في حال تنافس بقائمة مستقلة في الانتخابات القادمة هو سيفوز بما يقارب الخمسة عشر مقعدا ولكن إذا ما انضم إلى بني يمين نذناه لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر فهو سيقوم بإذاء نفسه وعدد مقاعده سيتراجع بني جانس الآن يرغب بتدمير حزب العمل لأن أبي جاباي لا يرغب به في قتلته إلا إذا وافق أن يكون جانس رقم اثنين في حزب العمل بالنسبة لرئيس الأركان الحالي قادة أيزنكوت لا أرى أنه يرغب بدخول إلى مستنقع السياسة السيد شاكيف شنان يعرف معنى السياسة ويحتاج كما قال في الماضي السيد يعلون في الكريا ووزارة الدفاع هناك ثعبين ويجب أن تكون حذرا وقادة أيزنكوت لا يرغب بتغيير بزيتها العسكرية ببزة سياسية